أول خطوة خالص إن أنا عالج حتة الارتباط العاطفي بالأكل مش مفروض يبقى هو كول الحياة طب تعاليها إزاي؟ الأول إن إحنا بتشوفه هو دايماً بيقى فيه مصدر مخلي الأكل هو الحياة يعني يبقى فيه كور بيقى فيه مشكلة أنا مش عايزة واجهها أو فيه مشكلة مدايقاني أو نزهقان أو نزعلان أو تعفر فأنا بالجأ للأكل أو فرحان؟ آه بس قليلا طب الأكل شكله حلو؟ ريحته وتجنب أقول لي هنبعد عن الحاجات اللي هتعمل الإحساس بتاع الإدمان ده اللي هو الهاي كارب هاي فات هاي بروتين اللي هو الأكل الماليين بروتين ونشوقاته دون عربا دي أول خطوة ساعتها لما بننشيل أصلاً الحاجات اللي سهلة قوي إن أنا أكل منها بشراها دور الإرادة ودور العزيمة ودور قلل شوية بيقل كتير قوي أنا هلاقي نفسي أصلاً مش عارفة كل كميات كبيرة من الحاجات دي خلاص أنا نصي النوع ده من اللقاءات أغلبه بيبقى بجد يعني نعمل إيه وأنا أقول حاضر أنا ما بعرفش أقول حاضر عمال على بطال ميس؟ فأنا هقدر أقولك بممتال بسطة إزاي؟ يعني مثلاً قاعد بتفرج على التلفزيون فيلم لطيف وممتع فالفيلم علشان حلوته تكمل لازم أكلة جميلة قدامه شوية ساندويتشات يا إما شوية منقنقات منقنقات بتاعتي غير بقيت الناس أنا أنا منقنقات بتاعتي لحمة فده موضوع تاني لكن شوية ساندويتشات هعمل إيه؟ ده ارتباط طيب ارتباط تاني بتبقى أنت وأصحابك هنتقابل مش عارف إيه هنروح فين ما تيجوا نروح نتعشى في المكان الفلاني فهنغب على طول فيها شهار يعني وبالذات أصدقاء العمر بقى شلت الولاد وهم نزلين يأكلوا فده بتبقى لوحدها مأساة كبيرة جدا طيب في مثلا اللي هو يوم عمل طويل فأنت قاعد أنت وفريق العمل أصدقائك وإذا ما لأك ما نبعت نجيب أكل عشان نعرف نكمل شغل فأنت طول الوقت عندك في يومك في حاجات بتجبرك تأكل ده غير ريحة الأكل كده لما تيجي عليه كنتمشي بالعربية وبتمشي على رجلك في مشوار بسيط تشم ريحة عربية تكبدأ حلوة فتروح واقف تخذ لك خمسة، ستة، سبعة، تمانية، عشرة بتلغفها وتروح أوكي، ألف هانا الله يهنيك طيب، هما كل الحاجات دي مش حاجات مختلفة عمتا خالص هما كلهم بيجمعوا بين حاجتين هما دول الأساس كل المشاكل بتاعة الأكل أولها أن أنا الأكل حياتي والأكل هو كل حاجة والارتباط الكبير قوي بالأكل وتانيها أن أنا بأكل حتى وأنا مش جعين ودي مهم جدا أن أنا مش مفروض أكل حتى إلا لما أكون جعين ما ليش دعوة إيه الأكل اللي موجود قدامي ما ليش دعوة إيه الحاجة اللي أنا أو إيه الموقف اللي أنا محطوط فيه أنا مفروض أكل وأنا جعين هو المفروض هي دقيق ربنا خلقنا على أنه نأكل لما نجوع وخلاص يعني كلنا وجبعنا وخلاص فدي أول خطوة أن أنا مش هاكل اللي أنا جعين ساد فيس ساد فيس ما هو عشان الارتباط الكبير قوي بالأكل ما هو برضو هيبقى السؤال ليه أكل ونجعان بس وإيه اللي كان ربنا ادلنا صنف واحد عشان النتيجة بتاعت ده واضحة جدا ويبقى كده يبقى كان ربنا هيدلنا صنف واحد بس اللي ناكله عشان لما نجوع ناكله أو ما كناش يتعلمنا الطبخ فكان يبقى فيه عندنا عشرات الأصناف بس بناكلها رو مثلا كده فهو ده كان موجود في مرحلة من المراحل ماشي ما دي مرحلة بدائية ماشي هو ده الفكرة وإحنا ليه أصلا بنيدي نصايح دي علشان النتيجة بتاعت الحاجات اللي احنا بنعملها دي بقت واضحة قوي لدرجة ان ما بقاش ينفع نبقى عاملين نفسها مش شايفين احنا بوزنا الدنيا باين قوي ان اللي بيحصل غلط يعني لما يبقى كل معظم الناس وزنها زائد ومعظم الناس بتحول تخصه مش عارفة دلوقتي يبقى السكر بقى حاجة عادية جدا يعني الناس بتجيلها السكر ومقومة الإنسولين ده بقى العادي فلما يبقى ده العادي يبقى أكيد المشكلة مش في كل الناس يبقى فيه سلوك معين احنا المفروض نغيره علشان النتيجة دي تتحل عند كلنا ده